صباح الخير يا عامر صباح الخير اختنادة صباح الخير للسادة المشاهدين طبعا في ظل النمو المتسارع الذي تشهده سوق اللوحات والسائل والتصميم الإعلانية أقيم هنا في مركز دبي التجاري العالمي معرض الشرق الأوسط للتصميم واللوحات الإعلانية هذا المعرض الذي تم افتتاحه في السابع من هذا الشهر وقد افتتحته سعادة مونال ميري مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي طبعا للحصول على معلومات أكثر من أحد العارضين في هذا المعرض معنا الأستاذ بلال الحطاب مدير عام شركة ديجيمات صباح خير صباح خير أهلا وسهلا فيكم في معرض الدعاية والإعلان معرضنا في دبي هو يعتبر هذا الدورة 13 للمعرض باعتبار أن الإمارات تعتبر مركز الأعمال والبزنس في منطقة المشرق الأوسط وأفريقيا دبي صارت رائدة في مجال المعرض هذه المعرض نحن نشارك فيه ديجيماتركس نشارك فيه للسنة الخامسة على التوالي كراين رسمي المعرض يعتبر السوق الإعلان والتكنولوجيا تبع الإعلان من التكنولوجيا المتسارعة جدا باعتبار طلب الكنسيومر والمستهلكين على دائما الإعلانات عن منتجاتهم بطريقة جذابة للمستهلك نعم سادي أنتك جهة عارضة شو أضاف لكم المعرض؟ المعرض هو بقدمنا فرونت ديسك عمليا أو استقبال لكل جميع المهتمين بمجال البزنس في مجال أفريقيا ومجال الشرق الأوسط بقدمنا الفرصة لعرض أحدث منتجاتنا أو المنتجات الموجودة عندنا بالشركة طبعا بيزيد برصيد الشركة بسوق أكثر فالحمد الله يعتبر المعرض ناجف نسبة لنا نعم سادي تخبرنا عن أحدث التكنولوجيا في هذا المعرض أو شركتكم بشكل خاص عفوا السنة هاي نحن دخلنا بالمعرض بأحدث تكنولوجيا اللي هي الـ Green لصديقة البيئة وبالـ Robotic Technology اللي مثل الماكنة الموجودة بجمنا هون هي عبارة عن مكنة من أحدث ما وصل إلى العلم أو التكنولوجيا بمجال الحفر على الفوم على الخشب على الحجر على البازلت بفضل من الله كمان أخذت ريسبونس جدا عالي أو استقبال جدا حلو من المستهلكين ساز بلال الحطاب شاك في انتواردك ويانا اليوم هياكنا الله وشكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم تسلو هياك الله نعم أحب أن أذكر أن هذا المعرض يتفتتح أبابه من الساعة الحادي عشر يستمر حتى السابعة مساء دمتم بخير هذا كل ما لدينا هنا من معرض الشوق الأوسط للوسائل والأبحاث الإعلانية